سيدنا الكتاب المقدس كتبه الناس الله وكانوا مسوقين من الروح القدس الأباء وأقوال الأباء يعني إلي خليني أخد كتابات الأباء وأنا عندي ثقة أن دي مش تفسيرات شخصية من واقع فهمهم هم الشخصي ما فيهاش أي حاجة تخالف تعليم كينسي أنا هعرف منين وأنا باخدها بكل ثقة وباقتنع بيها بالعكس بعيش بيها وطبعا الكتاب المقدس موحى بيه من الله ده جنب وكتابات الأباء جنب تاني يعني ما فيش حد حتى من الأباء ولا في الكنيسة ادعى أن النصوص الأباء هي وحي مقدس شوفي إحنا درسنا على مدى سنين كتاب تجسد الكلمة لكن ما قلناش ده آيات في كتاب المقدس ده شرح الأباء طبعا ممكن جدا واحد يقول لي طبعا أنا إيش ضمنني أن لما هقرى كتاب ده التفسير سليم هو فعلا بيحمل الرأي الخاص بتاع الكاتب تمام لكن على مدى التاريخ أباء الكنيسة ده احنا بقالنا ألفين سنة يعني مش حاجة مثلا حديثا قدروا يفرزوا ما هو قيم وجدير بالقبول وبينما هو لأ ده رأي خاص فبقى الأمور بالنسبة لنا في احنا في القرن الواحد وعشرين بقت أكثر وضوحا أنا أقدر أطمن أن كتاب كتابه القديس أثاناسيوس كتاب مظبوط مليون في المية ليه؟ لأن كل الأباء شهدوا لصحة كتابات أجمعوا علي كذلك مثلا قديس كريلوس الكبير ذهبي الفام أباء الكابدوك اللي هما اسمهم باسيليوس الكبير وغرغوريوس النيسي وغرغوريس النيزيانزي دول أباء برضو معتبرين وكتابتهم لها قيمة كبيرة في الكنيسة وهكذا أقدر مثلا سويروس الانطاقي بالنسبة لكنيساتنا ده كاتب رائع جدا ويعتمد على كتاباته كمرجع ومع ذلك برضو الأباء والتاريخ شهد أن فلان ممكن يكون له رأي خاص في حتة الكنيسة ما قابلتوش عشان كيه بيشترد دايما أي رأي يتقال يؤخذ على أنه تعليم في الكنيسة لما يكون عليه إجماع لكن لو ما فيش آخرين قالوا نفس الرأي هيبه رأي شخصي الرأي الشخصي ده قد يكون صح مسيس تيل هو رأي شخصي وممكن يكون فيه خطأ والخطأ يتراوح ما بين خطأ خطير جدا يخلي الكنيسة تقفل وقفة كبيرة وتقول له لا أنت كده غلطان أو خطأ يعدي كأننا ما خدناش بالنا هديكي مثل القديس أغسطينوس ده أب كبير وعظيم ويسموه يعني أب للكنيسة الجامعة لأنه هو صحيح كان في الغرب وكتب باللاتيني وكان أسكف في شمال أفريقيا في بلد اسم أهبه لكن كتاباته للكنيسة الجامعة القديس أغسطينوس كان له رأي متطرف من جهة النعمة عمل النعمة الدارسين قالوا نلتمس له العذر لثلاث أسباب أول سبب أنه هو كان بيواجه البدعة البيلاجية بتاعت بيلاجيوس بيلاجيوس كان بينكر دور النعمة يقول على قد ما تشتغل على قد ما تأخذ لكن ربنا مش هيدخل في حياتك فهو كرد فعل للفكر البلاجي زود شوية في تأديره للنعمة الحاجة الثانية أنه هو لأنه كان في الحضيد والنعمة رفعته فوق بعد ما كان إنسان بعيد عن الله صار عمود وأب في الكنيسة وأسكف عظيم فنلتمس له العذر أنه هو بيمجد النعمة لأنه رفعته حس بيها والسبب الثالث أنه بالرغم من كلامه العظيم عن النعمة لكن هو كان له في حياته في سرته الجهاد لم ينكر الجهاد ولم ينكر الدور الإنساني عشان كده بالرغم من تطرفه في الشرح عن النعمة لكن محدش قال أغسطينوس غلطان ولا عملوله مجمع ولا حكمه ولا زعله منه ولا استبعده كتاباته من الكنيسة بس يبقى الواحد واخد باله لما هيرى حاجة كده مضخمة أو عن النعمة يقول لك أه معلش ما هو أغسطينوس كان عنده الحتاتي واخد بالك شوف الاستنارة بتاعت الأباء أنه هو مش كل واحد يغلط نعمله مجمع لكن هنقول كلام ده مش هنمشي وراه أنا بقول الكلام ده لأن جلنا دلاته عايز كل واحد يغلط نعمله مجمع أما أنا ممكن أقول لجماعة البابا شنودة كان يقول لنا امحوا الذنب بالتعليم فبدل ما نقعد نعمل محاكمات أنا أشرح إيه الصح حسب ما الكنيسة قاتت مش حسب ما أنا بقول